عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولين سعوديين لبحث أو تعاون مشترك واسوب لزيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة وشهد الاجتماع تأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين وهناك حرص شديد على دفع تعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات ولسيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وتم تأكيد من الجانبين على أهمية ضخي استثمارات جديدة في عدد من القطاعات بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصري